عزيز قالك سؤال مهم جدا فيما يتعلق بدور الإعلاميين في اللحظة التاريخية الصعبة اللي احنا بنعيشها دلوقتي لأنه احنا شايفين من أول يوم في الحرب من أول لحظة للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة وقالت الكذب الإسرائيلية والإعلام الغربي بتشوه تماما شفنا قصص كتيرة جدا منها مثلا قصة قتل الأطفال أو رؤوس الأطفال وغيرها وتراجعت عنها دوائر إعلامية كتيرة وماكينة الكذب شغالة يوم بعد يوم في الإعلام الغربي احنا كإعلامين عرب وكإعلامين فلسطينيين منحزين القضية والأرض علينا دور مهم جدا اننا نقدم الرواية العربية والرواية الفلسطينية الصحيحة اللي هي الحقيقية لأنه احنا أصحاب حق يعني دور كمريم ودور زملائنا وأصدقائنا اللي احنا بنحييهم جميعا اللي بيغطوا الأحداث دي تحت القصف ونشوف مشاهد مرعبة ومروعة دورنا إيه وإن مفروض نعمله أولا أنا بنعي كل الصحفيين والإعلاميين والمصورين الموجودين في قطاع اللي استشهدوا احنا بتكلم على أناس في المقاطئاتك أكتر من 55 صحفي أكتر من 55 صحفي منهم مصورين ومنهم أصحاب قرار وأصحاب رأي ومنهم إعلاميين 55 صحفي تم قتلهم استشهادهم غير الجرحة الصحفي مستهدف الإعلامي مستهدف بشكل مباشر في قطاع غزة بشكل مباشر في فلسطين عموما في الضفة الغربية تنويها لدور الصحافة هذا جزء من سياسة الاحتلال من يوم ما خلق الاحتلال بوجه الأرض هو بيحاول تعتيم إعلامي على كل الجرائم اللي هو بيقوم فيها علشان ما الأمم المتحدة اللي ما بعرف إحنا لشو بنفضل نناشد بالأمم المتحدة وهي الممولة الأول والدعم الأول للاحتلال فأنا كعربية كفلسطينية عربية بناشد الجماهير العربية بناشد الدول العربية انظروا لفلسطين كدولة عربية كدولة عربية مسلمة إحنا مش محتاجين الدول الأوروبية ولا أمريكا بشيء إحنا قادرين على إنشاء دول عربية ناجحة متطورة موجودة في عقول تستحق إنها تقود هذه الأمة بقيادة سليمة هذا أولا ثانيا دور الصحافة أنت مش متخيل الصحفي بينزل من بيته ويودع عيلته كل يوم كل يوم كأنه جندي في الميدان هو جندي في الميدان هو رايح شهيد هو رايح شهيد الصحفية هناك أنا شخصيا عندي زولاء كتير وأصدقاء كتير بمجال الإعلام أنا ببعت لهم بطمن عليهم من يوم الثاني لما بسأل عنه بحس أني أنا في لحظة ممكن أسمع فلان استوشهد فلان والأصعد كمان منها يا أستاذة ماريم فكرة أنه زي ما بنشوف دلوقتي الصحفي أو المراسل اللي بيبقى موجود هو بيبقى نازل مش فكرة بقى خايفة على نفسه مش عارف هينزل هيبقى بيغطي أسرته أصلا كخبر أكيد طبعا مش عارف هيرجع يشوف وشفنا ده حصل وده الأصعب والأصعب من كل ده يعني حتى للأسف حتى فكرة آلة الكتب هي مش جديدة مش من دلوقتي وفكرة التنصل من بشاعة ما يحدث من بشاعة أفعالهم حتى من أفعالهم أيضا مش جديدة يعني حتى حوادث كتير جدا وأفعال كتير جدا تنصلوا منها وقلبوا للآية وألبوا الصورة أنا كمتابعة للإعلام العبري في بعض الأوقات بشوف اجتماعات في الكابينيت الإسرائيلي للمؤثرين الإسرائيليين والإعلاميين الإسرائيليين في وقت الحرب يعني تخيلي هو ما بيجتمع بس بالعسكر هو بيجتمع بالمؤثرين الموجودين على وسائل التواصل الإجتماعي والإعلاميين لحتى يوجههم على طريقة كيف يتم تشويه وقلب الحقائق ويتوزع عليهم أساسا أشهر مرحبا